موسيقى أهلا بكم بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن الفرقة الأبيونية ولم نعرف بها فقد دهرت هذه الفرقة منذ البدايات الأولى المسيحية في القرن الأول الميلادي فالكلمة من أصل عبري بالجمع معناها فقراء حيث اعتبرهم آباء الكنيسة المسيحية الأولى هراطقة فرقضى الله وهم فقراء الفكر والمعرفة وقد شاعنهم هذا الاسم رغم أنهم بقوا على التسمية الأولى لأنفسهم بالناصريين نازاريانز وقبلوا لقب الأبيونيين لأنهم اعتبروا أنفسهم فقراء حقيقة كما قال المسيح طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات إنجيل متى إصحاح خمسة العدد ثلاثة وكذلك الإصحاح أحداش العدد خمسة وفي الزبور المزامير لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه مضمور تسعة دستين العدد ثلاثة وثلاثين وكذلك مضمور سبعين العدد خمسة أما أنا مسكين وفقير يقول النبي داود أو أما أنا فمسكين وبائس في مضمور أربعين العدد سبعتاش ومضمور أربعة وسبعين العدد واحد وعشرين وغيرها فمبدأ طلب الآخرة عند الأبيونيين بدل من الدنيا هذا المبدأ موجود بقوة في النص القرآني حيث جاء على سبيل المثال في سورة محمد الآية 38 والله الغني وأنتم الفقراء ونظرا لقلة المعلومات عنهم عن هذه الفرقة أصبح من الصعب عند الباحثين تحديد هويتهم ومعتقدهم بصورة قطعية فلم نعتر على أي كتابات مباشرة لهذه الفرقة لكن هناك من تحدث عنهم كالقديس إيرانيوس الليوني في نهاية القرن الثاني الميلادي حيث كتب خمس كتب عن الهرطقات كتب تلميذه هيبوليتوس الرومي وكذلك القديس يوسبيوس القيصري ومطران قبروس أبيفانيوس السلاميسي في نهاية القرن الرابع الميلادي في كتاب بارا ريون عن الهرطقات وكذلك الأب جيروم وغيرهم الأبيونيون هم فرقة من اليهود المسيحيين ولدوا يهودا أو اعتنقوا اليهودية يطبقون شريعة موسى من تقديس السبت والخيتان وأكل الكوشر يعني الحلال ويعتقدون بأن المسيح يسوع هو المصية اختاره الله لحمر رسالة الخلاص بالأعمال وتطبيق شريعة موسى وليكون كذلك ابنه بالتبني ويعتقدون أن هذه البنوة حدثت وقت معموديته عند يحن المعمدان فسمع صوت من السماء يقول أنت ابني وأنا اليوم ولدتك كما جاء في مزمور الثاني العدد سبعة إذن بالنسبة لهم المسيح مجرد إنسان اختاره الله ليخلص اليهود والأمميين الذين اعترقوا تعاليم موسى لكن لا يؤمنون بألوهيته وبمولده المعجز أو بولادته المعجزة فبالنسبة لهم المسيح هو ابن يوسف النجار وزوجته مريم أم يسوع لا يؤمنون بالأناجيل الأربع بل بتعاليم يعقوب أخ يسوع الذي أصبح رأس أتباع المسيح في أرشليم بعد موته كما رأينا في الحلقة السابقة وكانوا يؤمنون بإنجيل شبيه جدا بإنجيل متة بدون الإصحاحين الأول والثاني اسمه إنجيل الناصريين أو العبرانيين أو الأبيونيين كتب باللغة الآرامية التي كان المسيح يتحدث بها ولم يأخذوا بتعاليم بولوس الرسول بل كانت بينهم وبينه نزاعات كما يظهر من خلال أعمال الرسل إصحى خمستاش العدد الثاني وتحدث عنهم بكل وضوح في العدد الأول حيث يقول وانحذر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا فقد حارب الرسول بولوس تعليمهم وإنجيلهم كما جاء في رسالة غلاطية الإصحاح الأول العدد ستة إلى العدد تمانية إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحول إنجيل المسيح ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة يعني ملعون وفي الإصحاح الثاني العدد ستاش وواحد وعشرين فعلى المائدة المقدسة لا يقدمون النبيد كرمز لدم المسيح وإنما الماء لأنه قال في إنجيل متى إصحاح ستا وعشرين العدد ستا وعشرين وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا وهو ماسك الكأس بيده إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي يعني شرب نتاج الكرمة يكون في الجنة التشابه الرهيب بين تعاليم هذه الفرقة والإسلام نذكر منها القرآن في صورة محمد الآية 38 ينعت أتباعه بالفقراء الأبيونيون يحط أهل الكتاب على اتباع الطورة والإنجيل معا كما هو موجود في صورة المائدة الستوستين والآية 68 كالأبيونيون يحطون على اتباع الطورة شريعة موسى وإنجيلهم وليس الأنجيل الأربع يعتبر المسيح إنسانا اختاره الله لتقديم الرسالة لليهود نفس العقيدة عند الأبيونيين أكل الكوشر الحلال في الإسلام تحريم الخمر والخنزير وما دبيحة لغير الله تقديم دبيحة في عيد الأضحى في الإسلام وعند الأبيونيون في عيد الفسح كذلك موضوع الختان الختان سنة للرجال في الإسلام وواجب عند الأبيونيين موضوع الغسل من الجنابة والصلاة والصيام عندهم بحسب شريعة موسى الأمر الوحيد الذي يخالف الإسلام عند الأبيونيين هو الاعتقاد بولادة المسيح عن طريق المعجزة وربما نتج المفهوم عند آباء الكنيسة الأوائل التي تتحدثون عنهم عن عدم ذكر ولادة المسيح في إنجيلهم ولهذا يمكن القول أنهم الفرقة المقبولة عند الإسلام حيث جاء في سورة آل عمران الآية 113 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون ولهذا نصح القرآن محمد بالرجوع إليهم إن كان له شك فيما أتاه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة قادمة